السلام عليكم ورحمة الله معكم قناة فلوغو تاوي لبيتي الشانيل كنتمنى ان شاء الله تكونوا بي خيروا على خير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو الجديد اللي ينزل على القناة كنقول لكم مرحبا بكم وإلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تضطو على زر الاشتراك وتفعلوا جرس باش يوصلكم دائما الفيديوهات الجديدة نزولان عن طلبات بعض الاخوات كيقولوا لي ما تبقى يشتبخي علينا بالوصفة ديالك لدادين صراحة وكنشكر الناس اللي كي تيقوا فيا وكيجربوهم كنقول لها لا يخطيكم شكرا على الدعم ديالكم يوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقتي في تحضير سالمون او لاكس او لاسومو ما شوي في الفرن كي يجي كي يحمق كي يدوب في الفن بحل الزبدة ما كيجيش ناشفني نهائيا تبعوا غير نصائح في الفيديو رافقته مع البطاطا شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مع الكامقرمشة من برا وارطبا من الداخل طبق سهل تحضير الديد وصحي ومنعش كي يبغيوه الوليدات والناس الكبر وحتى لجوكم الضيوف كتقدموشي حاجان اللي مختلفة على لحيم وتجاج ودائما كنديرو نفس الاطباق اللي كتتكرر انتو ما يمكن لكم تسعونو اي خضراء كتناولوها البروكولي اللوبيا او الالاريكو او الفنش اللي هو بسباس حتى وكيتمشى بزاف مع سمك السالمون انا اكتفيت بالبطاطا كي يبغيوه الوليدات كي ما قلت لكم وقدمت الطبق ديالي مع سلطة صحية ومنعشة وكي يجي طبق كيفتح النفس والديد في نفس الوقت الى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بلايك وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باستفدو منها واخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كتحفزني وما نطويش عليكم ندوزوا دبال المقادر وطريقة التحضير اول حاجة غادي ندوز نقطع البطاطا الكيمياء غير محدودة على حسب عدد الاشخاص كنقشرها وكنقطعها بها تشكل هذا كيف ما كتشوفوا قطاع لي شوية اغليدة على البونس او البطاطا المقلية باش ما كتجيناش يبسة في الفرن يمكن لكم تستعملوا حتى البطاطا الصغيرة اللي كتكون بيضة وكنقطعها بالقشرة ديالها كنغسلها مزيان ونقطعها حتى هي كتجيندي ده بزاف من بعد اغندي ندوز نحط التوابي اللي غادي نخلي فيه البطاطا الدروري ما كنضيف واحد الكاس ديال الماء صغير هاد القضية هديه اللي كتحطي دك التعليق البطاطا اسمك اديش ناشفة في الفرن وضفت واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون الملح فلفل اسود البابريكا او التحميرا ما كنكترش بزاف باش ما يديناش يعني البطاطا مش غملة بزاف شوية ديال ثوم بودرة احسن من الثوم اللي كيكون فرش وغدا نضيف الاعشاب المنسيمة كنحكها بين يدي وانتم ما يمكن لكم تضيفوا اي حاجة اي توابي للبطاطا اللي كتعجبكم او اللي كتكون جاهزة خلطاتك تكون في الاسواق المهمة انها كنكتفي بهات المقادير بسيطة وسهلة وكتجي بيها البطاطا رائعة ما نقول لكم شعلا الماداق وحتى ذاك زيت زيتون كتتغطيها وكتعطيها واحد القشرة كتجي محمرة وفي نفس الوقت هذيك السلسة ذاك الماء اللي كنضيفه كيخليه البطاطا جي نارطبع من الداخل ومعلقة كنخلط هاد لعنا صير مزيان وكنخلي البطاطا يسعى لجنب بين فترة وفترة كنحركها باش كتشرب مزيان تتبيلا ومن الاحسان كيف قلت لكم نحضرها مسبقا قبل يعني ما ندروها في الفورن من بعد ندوز ناخد سمك السلمون كان شريه جاهز كيكون على هاد الشكل هادا هاد المقدار هادا تقربان فيه كيلو 965 جرام هاد السمك كنناخده من الليدل اولى الالدي راه متواجد في الاسواق الكبرى وباش كيعجبني هاد الفيلة ما كيكونش فيه الاشواك يعني مني كان كنو كنتناوله تبارك الله كتكون غير الهبرة والوليدات كي حماقوا عليه الصارحة مهم انا مني كان اخدو كيكون على هاد الشكل هادا ما كنغسلوش كيكون مغسول مسبقان ونقيقي كان ديرو في صينيال اللي مغطيها بورق الزبدة باش ما يتقليش عليها وما سمك السلمون ما كيحتاش البهارات اولى العطرية هو براس وراهل ديت بحلال عدم كندير فيها كفتحات بسكين باش يتشرب الخلطة اللي غادي نضيف وخا خلطة بسيطة تنضيف شوية دي الملح وكنركز على المناطق اللي كتكون سميكة ولا غليدة مجهة الظهر كتكون فيها الهبرة مقارناتاً مع الجهة اللي كتكون فيها الكرش باش كيجينا من السم حتى من الداخل من بعد غادي نضيف الفلفل الاسود انا عندي هنا الفلفل الاسود طري فيه ثلاثة ديال الانواع الحمر والبيض والكحل كنحكوهم بهالطريقة هادي يمكنكم تكتاف فيه وغير بالبزار او الفلفل الاسود اللي متوفر عندكم وغادي نضيف شوية ديالشبت او الاتبش او الاشبنت او الانات كل واحد شنو كيسميها هاد العشبة هادي كتتواتى بشكل رهيب مع سمك سالمون يمكنكم تضيف الزعتر او اي اعشاب مناسبة كتفضلوها ممكن كترش بزاف غي شوية شوية حتى لا تجد المرورة ويتحرقه في الفران من بعد نعصر واحد الليمونة حامضة من بعد كنحاول ندهن الفليب بهالطريقة هادي باش ندخل هات الخلطة هادي للحمل داخل وكيتشربها السماك وكيتجيفتية والديدة كيفما في القشرة الفقانية كيفما داخل لا تحتاجوش نضيفه حتى شي مادة دهنية لان تبارك الله سمك سالمون كيكون دهني من طبيعته وما كيحتاج البهارات كيفما قلت لكم من بعد كنمشي ناخد البطاطا سديالي كنوضعها في السينية اللي غالي تدخل الفرن ونحاول نوزعها بشكل جيد بحيث كل قطعات البطاطا كتتوصل للسلصة وما كتجيناش يابسة ومحروقة على الواجه كتجين طيبة من تحت البخار اللي كتلع من السلصة ومن فوق كتأخذ لون محمر وكندخلهم بجوج للفرن يطيبو على 190 دراجة قل من 200 دراجة مدة 20 دقيقة اكتر شي وفي هذا الوقت هذا نحضر السلطة المرافقة بعد المرات كناخدها جاهزة بحال هذا الكيس هذا كتكون مشكلة ومغسولة ونقية بطبيعة الحال وناشفة احسن ما ما كناخده بزاف دي الاشكال وكيبقوا كيضيعوا النافط لاجة دينا مهم هنا قطعت الفجل حتى هو متلكم تضيفوا اي حاجة كتفضلوها غنضيف حب الطماطم ويلكلوا لطماطس وغيز حتى هما كيجوز ويني بزاف سلطات انا الطماطم دائما كنحيد لهذا الرأس هذا ما كيكونش صحي تما فين كيكونوا كيدربوهم بالعبار باش كت ما كتخربش ولا كتضيع في المحلات وكن قطعها شرائح رقيقة خضيت نصف حبة بصل بيضاء قطعتها شرائح رقيقة ويلا كانت لي شالوت حتى هيك كتجيزوينة في السلطة واخديت نصف حبة افوكادو مخصوش كون طيبة بزافة باش ما كتجيناش معجونة في السلطة مني كنخلطوها كنحيدها بات طريقة هاتي من القشر وكن قطعها اول مرة شرائح طويلة ومن بعد كنقطعها بالعكس باش كنحصلو على مربعات او لمكعبات بنفس الحجم اضيفت حبات من الزيتون الاخضر ونضيف قطاع من هذا الجبن الابيض كيكون مالح شوية وهي ما لاحظة بالرغبة ديالك انا بغيت نضير شي حاجة اللي تكون فيها فيتامينات في السلطة خديت واحد شرائحة ونقطعها مكعبات وكتكون هذه السلطة اللي حضرت يمكنكم ضيفو الشامبينيو تفاح اي حاجة كتفضلو بالنسبة للفينيغري اضيفت شوية زيت الزيتون ونضيف شوية الفلفل الاسود لا نضيف الملح ونضيف عصير الليمون الحامض الملح لا يكترون بطبيعة الحال ونضيف الزيتون ونضيف الجبن السلطة الى حين التقديم باش ما كتدبالش معانا طبق السلمون يخرج من الفرن يكون على هاد الشكل هادا تبارك الله كي شهي وكي يدوب في الفم الريحة اللي عاطيها ما شاء الله كيت شهي كيف قلت لكم ما كنفوتو لوش عشرين دقيقة في الطياب وايضا كتكونوا تبقى على حسب الكيمية دي السمك لك هنكبر منها كرة بطبيعة الحال نقدرون خليه احترى الى 25 اولا ساعات 30 دقيقة هنا خليتوا غير عشرين دقيقة شوفوا تبارك الله كيفاش كي يجي فهدل اثناء هاد غادي نضيف الخلطة للسلطة ديالي وغادي نبقاك نحركها غيب شوية باش نحافظ على الشكل ديال جميع العناصير واللون ديالهم وما تتعجناش هديك الافوكا والجبن اللي دفنا والبطاطيس احتها هي خرجت من الفرن بنفس الوقت مع السمك السلطة عندنا جاهزة ما بقلنا دباغا نقدمو الطبق ديالنا بصحة والعافية ندير واحد الكمية ديال السلطة وقطع ديال سمك السلامون اللي نقطعهم شرائح كيفما ايضا يمكن لكم قبل ما تدخلوا السمك الفرن تقطعوه شرائح فرضية باش يجيكم سهل في التقديم أنا كنفضل نخليها هكاك الشريحة طويلة مني كنت طيبعات كننقطعها لحسب الرغبة وكنن نقدم البطاطيس ايضا كيف كتشفوه تبارك الله كتجي رائعة ومعلكة على فكرة كيف قلت لكم يمكن لكم ضيفوا اي تتبيه للبطاطيس ولكن ذاك الكاس ديال المارة كهو اللي يعطيها التعليك وكتجيك الدوب في الفن وما كننساوش نضيف واحد الشريحة الليمون الحامض اثناء التقديم باش كنضيفوه السمك ديالنا كيف كتعرفو السمك بطبيعة الحال كي تواتى بزاف معا الليمون الحامض وتبارك الله كنحصله على طباق اللي هو شهي ومشبع وغني ما كنحتاجوش نهائيا للخبز ولا المعكرونا ولا الرز وكنشبعو الحمد لله اللهم اديمها نعم وحفظها من الزوال كانت من احبابي الوصفة ديال اليوم تكونت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله وانا اكيد اذا غادي تعجبكم كما باقي الوصفات هناك الليل كانت الاضاءة شوية قليلة فكيبان اللون ديال السمك شوية فاتح اما هو ره مغلوق في اللون ديال السمو كيف ما كان قولوه ما تنسوش تشجعوني باللايك وتخليولي التعاليق والاراء ديالكم وانقلكم تلولي فرصكم الفيديو جاي ان شاء الله مسلمة